السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازدوكم يا شباب عامليني ان شاء الله اكونوا بصحة وبخير جاعت لكم فيديو جديد فيديو النهاردة شباب جاب لك شرح لطريقة الحصول على لقب المصير المميز في رمضان بشكل دائم وبطريقة سهلة جدا وطبعا صديقا عايزك تركز معي في الفيديو عشان تسمع الطريقة كاملة وتحصل على لقب المصير المميز يلا بينا على طول شباب نروح الفيديو بس ابنوا نروح خلونا نوصل فيديو ده اكتر من 500 لايك لما عملت شلاك صديقي نزل دلوقتي اعمل لايك ويلا بينا على طول اخوات نروح على الفيديو اول حاج كده صديقي لو دخلنا هنا على البروفيل وروحنا على الانجازات تمام هنجي هنا كده شباب على الانجازات ونخش طبعا على علامة التاج زي ما انت شاف صديقي قدامك علامات كتيرة جدا احنا نروح على الخانة اللي عليها رسمة التاج هتلاقي قدامك هنا صديقي المصير المميز وانا في فيديو النهاردة اعرفك ازاي تجيب اللقب ده بطريقة سهلة جدا اول حاج كده صديقي ركز معي انت ازاي هتاخد لقب المصير المميز اول صديقي ما تجمع 6000 نقطة انجاز هتاخد صديقي اللبس الدائم المسك اللي قدامك ده طبعا صديقي ده لبس دائم وكمان لبس خرافي تمام اللبس ده طبعا صديقي هتاخده وكمان هتاخد لقب المصير المميز وطبعا صديقي اللقب ده خرافي برضو تمام من وجهة نظري طبعا شباب اللقب ده افضل لقب داخل لعبة باب جومبيل ولكن طبعا شباب هو عمتا من افضل الالقاب داخل اللعبة تمام فاركز معي بقى صديقي عشان تعرف انت هتاخد اللقب ده ازاي دلوقتي صاحبي انت لازم تجمع 6000 نقطة انجاز عشان تحصل لقب المصير المميز طيب تجمعهم ازاي انا في فيديو النهاردة برضو صديقي اقول لك على طريقة سهلة تحصل بيها على 6000 نقطة انجاز تمام انا دلوقتي طبعا اخواتي معايا 3000 نقطة انجاز مش تلاتة بالزبط طبعا تقريبا كده اخواتي معايا 3345 او 645 ده طبعا شباب عدد نقاط الانجاز اللي معايا حاليا انت دلوقتي بقى صديقي لو جيت هنا كده على علامة المسدس هتبدأ هنا ان انت تعمل الانجازات طيب تعمل الانجازات ازاي عندك مثلا هنا صديقي انجاز اسم جنوني المعركة عايز منك يبقى الانجاز ده بقول لك اخر حاجة طبعا صديقي اكمل 500 مباراة بالشخصيات المميزة ايه يبقى صديقي الشخصيات المميزة دي عشان تكون عارفها الشخصيات المميزة دي صديقي اللي هي مثلا شخصية كارلو وشخصية اندي وصارة وفيكتور كمان صديقي وشخصية انا هي دي صديقي الشخصيات المميزة يعني انت مثلا صديقي ما تجيبش الشخصية اللي انت اول ما دخلت بيها اللعبة لان دي طبعا صديقي مش هي دي اساسا الشخصية المميزة يعني تمام فهو ده طبعا صديق انجاز جنون المعركة طبعا ده صديق هتاخد تلاتين نقطة انجاز دي طبعا صديق لو اينا هنا كده على الشخصيات ده طبعا صديق شخصية كارلو دي طبعا من الشخصيات المميزة وعندك طبعا شخصية فيكتور برضو شخصية مميزة وشخصية اندي وشخصية انا وبردو صديق شخصية سارة دي كلها صديق شخصيات مميزة انما طبعا اللي اسمها الشخصية الافتراضية دي اللي هي طبعا صديك اول ما تخش اللعبة دي صديك مش شخصية مميزة طب انت دلوقتي مثلا عايز تعمل انجازات تانية هتيجي هنا كده برضو صديك على علامة المسدس وهتروح طبعا صديك تعمل انجازات الاسلحة ايه انجازات الاسلحة دي هستعرضها معاك دلوقتي حالانا صديك عندك حاجة اسمها اتكون الهجوم طبعا صديك هي قدامك اتكون الهدوء الهجوم دي طبعا صديك يعني انت ممكن تحصل منها على نقاط كتيرة جدا صديك من نقاط الانجاز عندك واحد اتقان الهجوم اي تمام دلوقتي صديك انت بتقتل عشرة بس بالاي ار وتاخد خمس نقط انجاز ويعني يا صديك الاي ار اللي هي الاسلحة الاك ام والام فور والاسكار والام سيفن والاسلحة طبعا صديك اللي هي الرشاشة دي هو ده طبعا صديك اتقان الهجوم عندك بقى صديك اخر مستوى منها وهتاخد خمسين نقطة انجاز انك تقتل الفين واحد بكنصات الهجوم يعني صديك او مش كنصات الهجوم باسلحة الهجوم هي بقى صديك اسلحة الهجوم زي مثلا الام فور زي السكار ال زي صديك الاك ام زي كمان الام سيفن دي طبعا صديك اسلحة الاي ار زي الام ستاشر الاسلحة دي كلها طبعا صديك ايه هي دي اسلحة الاي ار فمطلوب منك طبعا صديك ان انت تقتل الفين واحد بالاي ار وتحصل على خمسين نقطة انجاز وعندك هنا طبعا صديك ان انت تقتل برضو الف واحد بالكنصات وتاخد خمسين نقطة انجازه وكمان هتاخد خمس سنة دي مميزة طيب يا صديق ازاي دلوقتي انت تقتل ألف واحد بيمكنك صديق ان انت تخش الأركيد الخاص بالكنصات فقط وتقتل طبعا صديق بالاما 24 وطبعا صديق تقتل بالقوم وتقتل كمان بسلاح الكار دي كلها طبعا صديقكنصات يعني انت أهم حاجة أو يعني أفضل حاجة تلعب بيها هو القوم أو الاما 24 انت دلوقتي صديق تنزل على الكنصات في الأركيد طبعا صديقي عندك انت طبعا حاجة اسمها الأركيد خاصة طبعا صديقي بالكنصات فقط انت كل اللي عليك صديق هتخش عليها وتبدأ ان انت بقى تقتل بالكنصات وكده طبعا صديق هتبدأ انه تتحسيب لك وعندك برضو صديق التقوان البندوقية هنا طبعا صديق البندوقية دي اللي هي الشجن هنا طبعا صديق يعني بقول لك اقتل مثلا تلتويت واحد بالشجن وهتاخد 40 نقطة انجاز وكمان صديق هتاخد سكن سلاح الشجن اللي قدامك ده او طبعا انا صديق ده مش سلاح الشجن ده صديق سكن للسلاح اللي هو القناص اللي موجود داخل خريطة مرامور اللي هو صديق السلاح اللي قدامك ده انا طبعا صديق قاتل بالشجن 297 واحد اتبقى لتلاتة فقط هاتل بس صديق تلاتة بالشجن وحصل صديقي بقى ل40 نقطة انجاز وكمان هحصل على سلاح القناص اللي موجود داخل خريطة مرامور ده وعندك هنا بقى الاس ام جي ده طبعا صديق اللي هم الاسلحة اللي هو اليوم بيه اليوم بيه وكمان صديق الاوزي وكمان سلاح الفيكتور والتومي جن هي دي طبعا صديق اسلحة الاس ام جي وكمان صديق عندك سلاح البيزون دي طبعا صديق هي دي كل اسلحة الاس ام جي او اول طبعا صديق ما تقتل الافين واحد بالاس ام جي هتاخد خمس سنة دي مميزة وكمان صديق هتحصل على خمسين نقطة انجاز وطبعا يا شباب نيكوة الانجاز دي مهمة جدا 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 عشان طبعا نحصل على لقب المصير المميز وانت كمان صديق ممكن تستغل رمضان في ان انت تحصل على لقب المصير المميز في ايه بالزبط يعني انت دلوقتي صديق قاعد في الصيوم وعندك وقت طويل دلوقتي صديق انت ممكن ان انت مثلا تلعب جيم باب جي او جيمين والجيمين دولة صديق تستغلهم في ان انت تعمل الانجازات يعني صاحبي ما تنزلش تعمل كده اي جيمين وخلاص لا تنزل تعمل الانجازات داخل الجيم فانت كده بتستفاد كمان وبالطريقة دي طبعا صديقي لما انت بتعمل انجازات كل ما بتعمل انجازات اعلى كله طبعا صديقي ما تحصل على لقب المصير مميز اسرع هنا طبعا صديقي بقولك انت لو قتلت 101 بالمسدس فانت تحصل على 40 نقطة انجاز وكمان سكن مسدس اللي ده سكن اللي قدامك ده صديقي طب لو قتلت 200 واحد بالمسدسات اي مسدس بقى صديقي لو قتلت 200 واحد فانت صديقي هتحصل على 50 نقطة انجاز وكمان 5 سنديق مميزة وطبعا بقى اخوات لو عايزين اعمل سلسلة كاملة في ان احنا نشرح الانجازات وطريقة الحصول على لقب المصير المميز اكتبوا لي في التاليات وان شاء الله اخواتي يجبلكوا سلسلة كاملة في اسرع وق وعند هنا طبعا شباب اتقون الاشتباك اليدوي وهنا طبعا صديقي برضو بتحصل على نقاط انجاز وبالطريقة دي طبعا شباب عن طريق ان احنا نفضل نعمل انجازات ونحصل على نقاط هنيجي هنا كده عند المصير المميز وطبعا اخواتي هناخد لقب المصير المميز لقب ميسك طبعا صديقي لقب خرافي وكمان دائم وهتحصله بطريقة سهلة جدا وده طبعا اخواتي كان موضوع فيديو النهاردة او ده طبعا كان شرح فيديو النهاردة عن الطريقة اللي هتحصل بيها على لقب المصير المميز بس كده اخوتي وفيديو النهاردة خلص اتمنى يكون الفيديو عجبكم واتمنى طبعا اخوتي تكونوا استفدتم من الشرح لما اكمل بقى صديقي مع الفيديو لغاية دلوقتي انزل دلوقتي اعمل لايك واشترك في القناة وتنساش طبعا صديقي تفعل زر الجرس فاشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو القادم وسلام